اجتماع السيد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واسط صلاح الاراضي وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات الحالية والمستقبلية لوزارة الزراعة في مختلف القطاعات وكذلك اهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والادارات بالوزارة بما في ذلك عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية مع دعم المشروعات الناجحة ذات الانتاج والعائد المتميز وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة كما وجه السيد الرئيس بتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية فيما يخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على استفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلي في اقامتها وفي مقدمتها اعداد الدراسات متكاملة الاركان وفق مخطط وهيكل زمني واضح لضمان استدامة نجاح هذه المشروعات كما اكد السيد الرئيس على العمل على تطوير وتطهير البحيرات في مصر على غرار نموذج بحيرة المنزلة وما شهدته من تطوير بهدف تعظيم عائد انتاج الثروة السمكية من هذه البحيرات سواء من حيث الكم والنوعية ومراعاة الجودة البيئية اشتركوا في القناة